يعطيكم العافية جميعاً بدنا نبدأ اليوم نشرح عن أهداف الدورة السادسية والأخيرة بهاي المجموعة من الفيديوهات وهي بعنوان Environmental Monitoring for Pharmaceutical Facility ISO 14644 Compliance طبعاً هاي الدورة بتبين كيفية التعامل وعملية تأهيل الظروف البيئية سواء الجرثومية أو الفيزيائية منها واللي بنسميها Handling of Microbial and Non-Microbial Environmental Monitoring Parameters وأيضاً بدنا نناقش إذا كانت هاي الظروف البيئية المرتبطة بالصناعة الدوائية هي مطابقة بشكل أساسي لقوانين الممارسة الجيدة للتصنيع اللي بنسميها Current Good Manufacturing Practices هل هي متطابقة مع الآيزو أم لا واللي بشمل آيزو 14644 وزي ما حكينا بالأول إنه إحنا اخترنا هاي الدورة المهمة عشان نعطي فكرة عن تطابق أو تعارض نعم تعارض بين المرجعيات والتشريعات المختلفة مع الآيزو وبتبين إيش التوجيهات اللي لازم يتبعها مصانع الأدوية عشان نحقق المنتج المناسب وتحقق المطابقة والممارسة الجيدة للتصنيع بالإضافة لكيفية التعامل مع المفتشين فخلينا نبدأ بشرح الأهداف ونبدأ بشرح أول هدف لهذا البرنامج أول هدف عنا هون هو بعنوان ومن خلاله رايحين نتعرف على المتطلبات الرقابية والإرشادات الصادرة من مراجع مختلفة واللي بتوضح متطلبات التعامل مع الظروف البيئية وبتوضح كيفية تحديدها وتحديد الفترة الزمنية لعمليات التأهيل اللي بنسميها Requalification Intervals ولازم نحكي إشي مهم هون أنه التشريعات الرقابية واللي بنسميها Regulatory Requirements هي تشريعات إجبارية ومرتبطة بقانون الدولة أما الإرشادات واللي بنسميها Guidelines or Instruction هي غير إجبارية ولكن بتكون نابعة من صميم الخبرة وأغلب الشركات بترجع لها لتطبيق نظام جيد ومتعارف عليه وعشان هيك إحنا بدنا نناقش في هذا البرنامج المتطلبات جميعها ونقارن بينها أيضا نتعرف بالأخير على النظام اللي أنتم ماشيين عليه حاليا بشكل جيد كيف ممكن تطويره إذا دعت الحاجة لذلك أما الهدف الثاني وهو بعنوان وبدنا نتعرف أكثر عن المتطلبات بشكل أوضح لأنه يوجد متطلبات خاصة للصناعة العقيمة والغير عقيمة اللي بسميها Sterile Facilities أو Production ومن خلال هاي الدورة بنتعرف على المعايير المقبولة عند كل جهة رقابية وهي بتتسمى Acceptance Criteria وأيضا رحين نتطرق إلى المعايير الخاصة بالستور الأدوية الأمريكي اللي بنسميه United States Pharmacopoeia واللي بتطبق بأغلب المصانع الدوائية وإن شاء الله سيتم الشرح عنه بشكل أكثر خلال هاي الدورة والهدف الثالث من هاي الدورة هو بعنوان Take Idea How to Incorporate the Risk Assessment Approach for Conducting Environmental Monitoring Tests وهو بيين كيفية دراسة الظروف البيئية واختيار أفضل طريقة لعمل تقييم المخاطر واللي بنسميها Following Ideal Environmental Monitoring Risk Assessment Approach هاي بتصير من خلال المحافظة على هاي الظروف البيئية بشكل جيد وأيضا مراقبة النتائج بشكل مستمر ليتم اكتشاف الخلل بشكل سريع ومنطقي وهذا الشيء زي ما بحكي دائما راح يوفر الوقت والكلفة ويزيد مستوى المطابقة والتحكم بالعملية التصنيعية الهدف الرابع من هاي الدورة هو بعنوان Take Idea for Trending and Statistical Approach for Environmental Monitoring Test Results وهو يمثل اتباع طرق الإحصاء المختلفة وإجراء تحليل النتائج بشكل إحصائي يمكن من خلالها طبعا أخذ صورة بيانية كاملة عن البيئة داخل المصنع أو الغرف الإنتاجية وبالتالي يمكن من خلال هذه النتائج اتخاذ قرارات متعلقة بتقييم الوضع الحالي أو إعادة مراجعة المعايير المسموحة في المصنع طبعا من خلال هذا البرنامج إن شاء الله سيكون هناك تطبيق عملي من خلال برنامج الحاسوب وتعلم طرق الإحصاء لتقييم ومراقبة الظروف البيئية داخل المنشأة الهدف الآخر والأخير هو بعنوان هو بعث التقييم لنظام المراقبة البيئية المتبع وبالتالي بصير عندكم فكرة كيف تطوروها بناء لأعلان وعية النتائج اللي بنسميها وبنكون الآن أعطناكم فكرة شاملة عن أهداف هاي الدورة واللي من خلالها رايح يكون عندكم إن شاء الله فكرة جيدة عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعامل مع الظروف البيئية والخاصة بالتحديد بالصناعات الدوائية وإيضا رايح تكون عندكم قدرة على التطبيق الفعلي لإجراءات طرق الإحصاء وتطويرها باستخدام الحاسوب وبالختام إن شاء الله تكونوا أخذتم فكرة عن الدورات الستة في هاي المجموعة وهيك بنكون استكملنا شرح عن أهداف لكل دورة بهاي المجموعة الأولى وبتمنى إنه هذا العرض لإعجابكم عشان تصل المعلومة بطريقة أسهل وأسرع وتحقق الأهداف المرجوة وإن شاء الله استنونا لنحكي عن المجموعة أو الباقة الثانية من الدورات وإذا حتشتم أي استفسار بتقدروا تتابعوني على إيميلي الخاص أو على قناتي على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم مجدي أيوب ترجمة نانسي قنقر